السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعينا يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة في فيديو النهاردة هنشوف اخر ظهور للزعيم عاد الامام في سن ال82 عام مش هتصدق كيف اصبح شكله الان واحتفال نجوم الوسط الفني بعيد ميلاده هنشوف تفاصيل الخبر بس قبل منكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان كل الجديد يوصل لنا انتشرت منذ قليل احدى الصورة للزعيم عاد الامام في منزله مع اصدقائه وطمئن جمهوره على الزعيم عاد الامام وعلى صحته حيث بدأ الزعيم في حالة جيدة ويضحك برفقة اصدقائه لتقضي ابتسامته وضحكته على كافة الشائعات التي طارت الزعيم في الفترة الماضية بسوء حالته الصحية ونقله الى احد المستشفيات الصورة نشرها صديقه عاد المحمد وهو احد اصدقاء الزعيم عاد الامام على صفحته وعلق عليها قائلا الان مع الزعيم كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم وحازت الصورة على اعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد كبير من الفنانين قد هنقوا الفنان عاد الامام عبر حسابتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من الرسائل اللطيفة او صور تجمعهم مع الفنان عاد الامام من اعمال سينمائية او درامية او حتى لقاءات جمعتهم في مناسبات خاصة ومختلفة وبمناسبة عيد ميلاده اكد المنتج عصام امام اخو الزعيم عاد الامام في تصريحات خاصة ان اقرب الاعمال السينمائية الى قلبي والذي يحب مشاهدتها فيلم عريس من جهة امنية والذي كان انطلاقة قوية للنجم شريف منير وحلى شيحة مشيرا الى انه يحب ايضا افلام الارهاب والكباب والمنسي وسلام يا صاحبي وفيما يخص الاعمال الدرامية قال المنتج عصام امام شقيق الفنان عاد الامام كلهم قريبين من قلبي ومنها مسلسل صاحب السعادة والعراف وغيرها من الاعمال التي قدمها الزعيم في مشواره الفني الذي امتد الى اكثر من خمسين عاما نتمنى من كل قلبنا مزيد من الصحة والسعادة للنجم الكبير عاد الامام ويمتعنا باعماله الجميلة كل سنة كل سنة وانت طيب يا زعيم وربنا يخليك للوطن العربي والوسط الفني بكده يكون فيديو النهاردة خلص انتظرونا في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة